وقع ما كان متوقعا صنع مغبرة مفتوحة على الموت الجماعي واليومي بجائحة كورونا بينما تتفاقم الأرقام في العاصمة ومحافظات سيطرة الميليشيات الحوتية على نحو يفوق كل التوقعات ومع ما تفرضه الميليشيا من حضر أمني على تداول معلومات كورونا وتستر مشدد على مستجدات الإصابات والوفيات يظل الخطر كاملا تحت معطف الميليشيات الحوتية أكثر مما هو على قرون الفيروس ومخالبه معلومات ميدانية مؤكدة من داخل العاصمة صنعات تحدث عن سلسلة إجراءات احترازية ومحاجر صحية خصخصتها الميليشيات الحوتية لحماية أفراد سلالاتهم ورعايتهم طبيا دونا عن كل المواطنين في مناطق سيطرتها وأكدت هذه المصادر تخصيص الميليشيات فندق موفمبيك وعددا من الفنادق الحديثة من ذوات الخمسة نجوم والدرجات السياحية الممتازة محاجر صحية خاصة بالحوثيين من فئة القناديل بعد تزويدها بكل الإمكانات الحديثة والكوادر الطبية الأعلى من حيث التخصص والخبرة مستغلة دعم المنظمات الدولية ككل دعم لسلالتها فقط كما أكدت مصادر خاصة لقناة سهيل قيام دينات تابعة للحوثيين محروسة بأطقم عسكرية وكاتبة مسلحين بنقل أجهزة ومعدات طبية حديثة من المستشفيات الحكومية العامة وبعض المستشفيات الخاصة إلى فندق موفمبيك مع كميات من الأدوية وأجهزة التنفس وسطوانات الأكسوجين وفقا لهذه المصادر ووثائق تدولتها وسائل الإعلام والتواصل أصدرت قيادات ما يدعى بالمجلس السياسي الأعلى للحوثيين تعميمات مشددة قضت بإعلان موفمبيك وفنادق الحجر الصحي محميات صحية حوثية مغلقة على السلالة الإمامية فقط مع منع دفن اليمنيين الذين قضوا نحبهم بكورونا فيما تسميه بروضة شهداء وهي مقابر خصصتها الميليشيا الحوثية لجثة قناديلها المنطقات بعناية عنصرية فائقة